اهلا بحضراتكم بعد التارير كابتن دية نورت بيتك ده ما بيت قال مش بيتي بس ده بيتي وفيه كابتن من الكابتن العظماء اللي انا اتشرفت ان انا اتفرجت عليهم وانا اشبال وتشرفت ان انا لعبت مع كابتن مصطفى المجري الكبير فيعني النهاردة حاجات حلوة كتير ربنا يا كريم انت فاكر اعملتلي كامباس كده وروح تعملنا وفرات منهم وجيبنا جوال انت كنت بتصيط اي حد بصراحة بصراحة لابا كان معنا لعيب اجاب يعني بدون ذكر وكان يقول لك ما تتزنق العبت طويلة ناحية الكابتن مصطفى وخليه يجري يروح وهو يجري وما تكوش دعوة هو هتصرف فااا لا طبعا احنا كنا تفرجنا عليك بس يعني كمان اتمررنا ولعبنا متشار ده دي حاجة تسعيدنا يعني والله كابتن دية يمكن انا النهاردة عاوز ابدأ معاك لان انا عشرتك انت عشرتنا من جيلي التمانيات يعني بدأنا السبعات التمانيات وكنا عاوزين نخش على التسعينات فما يعني فضلنا كده لا فضلنا ان هو عاوزين يبقى كده يعني انا عاوز ابدأ معاك ابدأ معاك من ايه هلا ابدأ معاك انت كنت صغير الاول في المدرسة انا ليه بقول كده وفي التقديم قلتها لعيب الكورة اللي عاوز يلعب كورة لازم يواظب بين او يعمل توازن بين الكورة وبين الدراسة بتاعك طبعا بينفعش في ناسه لك لا ده يا لعي يلعب كورة دلوقت طب بعدها منتخلص كورة هتبقى لا واللعيب المتعلم بيفرق كتير عن العيب اللي مش متعلم حتى في اللعب نفسه وفي القرارات في كل حاجة مش عاوزة كلام في فهم المدربين وفي فهم القصة كبيرة محتاجة انت تتكلم فيها كنت مش عايز اقول انتياز لكن كنت جيد واحيانا ببقى جيد جدا كنت من الناس اللي بتدحي بتصول جدا لا كنت بذاكر وبنجح ما تعطلتش ممكن تعطلت في انا خريك تجارة عين شمس قسم اقدارة اعمال متعطلت بس سنتين في الكلية ما تعطلتش في كل مراحل ابتداء الاعدادي السنوي لان كان قدمت اعتذارين كانت بتيجي معاها في طولات افريقيا في السفر في السفر فقدمت اعتذار سنتين لكن بعد كده نجحت يعني بجيد كمان هل الاسرة كانت بتساعدك انك تنزل تلعب في الشارع زي كل اللاعب كرة بكده طول الوقت طول الوقت ما كانتش كان بيتزعقولنا كان بيتزعقولنا وانت لكن بعد المدرسة كنت بلعب انا من سكان المعادي كانت المعادي فاضية وكان فيها شوارع كتير كان فيه كرة شوارع المواهب ظهرت في الشوارع اه فلا كنت بلعب كتير جدا في الشارع وبعد كده لما يعني شدت شوية الـ 14-15 سنة رحت مركز شباب اللي معادي طيب انت لعبت كم سنة في الشارع مع صحابك كتير كان ليك فرق معنا؟ كان لينا كان يعني من صحابي صحابك اللي في المنطقة ولعبنا دورات رمضانية لعبنا في القلعة ولعبنا في السعيدة زينة هل كان فرقتك دي كان فيها لعيب الكرة كمنت كان علي لو تفتكر علي عب منعم حضرتك كان معنا هو جي متأخر عننا في النادي كان علي برضو جاري كان بيلعب معنا هو يعني عالعب منعم كان وهو بيلعب كورابا شراب معاك في الشارع ودورات رمضانية حضرتك هو جي معنا بس ما كملش في سنة واحدة اه طيب هل في بعض اللعيبة تانية كملت معاك ووصلت او كان ملهاش حظ انها توصل؟ كان في اه تفتكر محمد صالح سفنجة اه سفنجة اه اه كان برضو كان لعب كوري كويس وكان بيلعب هو راح المصري طبعا اه او تفتكروا كان راس حربة قوي ده من ضمن اللعيبة اللي لعبت كورا شراب معنا في المنطقة وروحنا مركز شباب المعادي وكان في مركز شباب المعادي كمان جمال عب حميد كان موجود برضو في طيب وانت بتلعب في الشارع كنت بتنتمي لأي فريق بتشجع مين لا انا كنت بشجع الاهل العيلة كلها كنتشجع العيلة كلها كنا متفرج على الاهل متفرج عليكم طبعا لان انا دخلت ان انا الاهل اربعة وسبعين اربعة وسبعين مين وانت بتلعب في الشارع كده شافك وقال لك هوديك مثلا مركز شباب كابنشيكو الله ارحب اه ده كابنشيكو ده ده علامة بالنسبة لله علامة من علامات الكورا في المعادي بالظبط كده هو شافك ازاي وقال لك ايه شافني وقال لي تعالى انت تلعب بعد ما تلعب في الشارع وانت عور تعالى لعب في المركز الشباب ده كان المبدأ يعني ده كان الاول خيط يعني اه فانا شارعا في شوارع الجنب حوالي المركز كان كلها قرراش اراءة فانا راحنا للمركز استمرت في المركز ذات دير استمرت انا وعالى عادي تقدير في المركز عادي انا عادت اه ما عدتش كتير سنتين وكان النادي الاهلي يجي يلعب متش ما هنا قبل ما اقول النادي الاهلي يجي لك وانت بتلعب في اه مركز الشباب المعادي انت كان عندك طموح او كان عندك فكرك انت ممكن تروح في اي يوم من الايام اي نادي كبير منها خالص احنا متخيل انا او كان في تخيلي او اي حد بيلع في مركز الشباب مش متخيل انه انه حد من النادي الاهلي يجي المنطقة دي يلعب ماتشاط او يجي مركز الشباب اه 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 امور كانت مختلفة ومش كل الاهالي كتاخدك من ايدك وتروح بيك اختبارات بازاي دلوقتي لا الدنيا اختلفت طبعا بالعكس احنا كنا بنتضرب عشان كرة بتضيع وقتك من المدارس مزاكر وبعدين فلاحت بقى قابلني الدنيا اتغيرت وانفتحت وبقت الكرة تارجت اولاني للاهالي ما يكون الاهالي عاوزة ابنها محمد صراح تارجت نمره واحد اه عاوزين ابنها محمد صراح بالزبط بقى كانت تارجت نمره واحد فطبعا احنا بنلعب بقى لها مجرد انها بقى انتقل من الشارع للمركز بقى في تغيير في اللبس بقى في تغيير في شكل في نظام في شكل الى حد ما طبعا في طبعا كرتين ثلاثة مش عدد يعني كبير تمرين طول الوقت تأسمات انت واخد بقى لحضرتك ما كانش فيه ما كنتش داخلين بطولات ولا اي حاجة ما فيش كان لمراكز الشباب حاجة غير انك تلع ماتشات ودية وحاجات كده اه لولا ان فيه حد اللي هو كانش مقتنع بالولاد ومقتنع بحب الكورة وانه يمرانهم وانه نشوف انه ده هيبقى كويس وده هيبقى كويس مواهب كتيرة بتروح انت لقبت كورة لمجرد انك كنت بتحب الكورة تمام ولما روحت لنادي المعادي اهو انت حسيت ان في حها ن bem lose مراتين مما مسلم برجم ج髮 نايشان برجم برجم تقبل